اشتركوا في القناة في هذا اليوم ارى انه يأخذ النابة من المرأة لان المرأة مهما كانت حتى لو كانت شابه في مثل هذا الزحام ما تستطيع ثم كيف نقول ان الانسان يرمي وهو لا يدري ايموت او يحيا قلبه مشوش وفي الحديث الصحيح لا صلاة لحيث الطعام لان القلب مشوش والرمي عبادة فارى انه في اليوم الثاني عشر لمن تعجل ولم يتأخر العصر ان يأخذ حصى كل النسل معه ويرمي لان شاهدنا امرا فضيعا جدا مرأة تتعب تعب عظيم وقوتها ادنى من رجل وربما تسقط عبادها فتحاول ان تأخذها وتدعس في العام الماضي سقط من شخص من رجال متاعه متاعه عند الجمرة فانحنى ليأخذه فدعسه الناس ودعس وسقط من وراءه عليه حتى مات اثنى عشر رجل رجل مسأل منه هينا وتعرفون غشم الناس اليوم ليس ايماء عندهم ايمان ولا ضمير ولا لغة ايضا اللغات مختلفة ربما ان يضيق عليك انسان من الزحام وتصيح ادعد عني انقذني يحسن انك تصبه يزيد عليك هذا صحيح لا يعرف اللغة نعم العقبة الى فجر يوم الحادي عشر الى فجر يوم الحادي عشر فانفاتت انفاتت يعني طلعت طلعت فجر وانتم ما رميت فمن العلمى من يقول اخرها الى ابن بعد الزوال ومنهم من يقول ارمها ولو في الضحى لان هذا قضاء وليس باداب اشتركوا في القناة